طيب نيجي دلوقتي نقول كيفية التعامل مع الطفل كثير البكاء اللي هي بطريقة أبسط كده لما أم تقول ابني على كل حاجة بيعاد أو بيعاد لكل حاجة أو بيعاد وخلاص بيعاد لما لعلى بطال أنا بدور على الجملة دي لما الطفل يا جماعة بيلجأ للبكاء في عمر كبير إذا أراد الحصول على شيء معين وإحنا قلنا الكلام ده في حلقات سابقة عندما يلجأ الطفل إلى البكاء في عمر كبير إذا أراد الحصول على شيء معين فده معناه انه يسق او عنده درجة ثقة انه هو انت مش فهم احتياجاته او متطلباته تمام نقول بقى النقطة اللي بعد كده يبقى بقولها اقول المرة تاني نقول النقطة اللي بعد كده عندما يلجأ الطفل الى البكاء في عمر كبير اذا اراد الحصول على شيء فده بيكون الطفل عنده يقين ان انت مش فهم احتياجاته وده بيعد شكل من اشكال الارتداد السلوكي احنا اتكلمنا عن الموضوع ده خلاص بمعنى ان الطفل وبمساعدة عقله الباطن بيتصرف كطفل اصغر للفت الانتباه ليه؟ لانه يتذكر جيدا كيف كان يحصل على كل ما يريد بالطريقة دي لما كان بيعيط لما كان مثلا في مرحلة الرضاة ولا يوجد طفل في العالم خدوا بقى القعدة لا يوجد طفل في العالم ولا على مر التاريخ لا يبكي مفيش حاجة سيئة مفيش طفل ما معيطش ولا بيعيط ميفعش حد يقول اصلا بني ما بيعيطش لا مفيش طفل في العالم مفيش طفل على مر التاريخ لا يبكي لكن يوجد امهات واباء بيبقوا منشغلين اكتر واوي اوي اوي بازالة سبب بكاء اطفالهم بيبقوا مركزين هم بيعيطوا ليه؟ عشان نزيل السبب ده او نتجنبها اكتر بكتير من امهات تانين واباء منشغلين بس بييقاف اطفالهم عن البكاء يعني اللي هو ايه؟ بيعيط طب هشيله بيعيط طب رد طب ما تشوفي هو بيعيط ليه؟ لازم تبحثي في الاسباب واول هذه الاسباب زي ما اتفقنا هو معرفة او اول هذه الخطوات زي ما اتفقنا هو معرفة انواع البكاء معرفة انواع البكاء هو البداية ليكي المدخل المنطقي انك تزيلي السبب او الاسباب اللي بتخلي الطفل يعيط بالمناسبة وارد انك تسمعي الصوتين مع بعض اقول لكم زي ايه؟ الطفل جعانه عايز يغير فتسمعي العياد ده وتسمعي العياد ده